أهلاً أصدقاء إذا قلتم أن نوايا هنجير الطيبة ستؤدي إلى نهايتها وكذلك إذا كنتم تريدون معاقبة بيزة فلنضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل ستكتشف هنجير حقيقة بيزة؟ ماذا ستكون النهاية البائسة التي تنتظر هنجير؟ هل سيقول جيهان الحقيقة لهنجير؟ متى ستحمل هنجير؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل العروس ستواصل بايزة الكذبة بأنها حاملة من رجل آخر من ناحية أخرى ستزعج هنجير معتقداً أن بيزة تركت بمفردها وحاملة في الواقع سوف تفكر هنجير بسذاجة في كيفية مساعدة بايزة لكن في الواقع تحاول بايزة إنهاء هنجير لكن لسوء الحظ ستواجه هنجير صعوبة في فهم ذلك ستحذر ديرية هنجير وتطلب منها ألا تساعد بايزة لكن هنجير لن تستمع لديرياً أبداً إذا سارت هنجير وفقاً لرغباتها الخاصة فسوف تفقد جيهان معاً علاوة على ذلك سيكون محكوماً على هنجير بحياة منعزلة لأنه عندما يجري جيهان اختبار الحمض النووي ستتلعب بايزاً بنتائج الاختبار لتحويلها لصالحها لهذا السبب سيعتقد جيهان أنه والد طفل بايزاً لفترة من الوقت لن تعرف هنجير إلا أن بيزا حامل وستساعدها هنجير لكن ديريا ستوجه تحذيرات لهنجير لأنها تعلم أنه شخصية حسن نية لكن هنجير ستساعد بايزا رغم تحذير ديرياً عندما تستقر بايزاً في القصر ستحاول إنهاء زواج هنجير ستواصل هنجير حياتها غير مدركة لكل شيء وبعبارة أخرى سيتم وضع هنجير على قدميها في الحلقة القادمة سيخبر جيهان هنجير بكل الحقائق من ناحية أخرى ستنزعج هنجير عندما تكتشف كذبة حمل بايزاً وستذهب إلى منزل أخيها لن يزعج جيهان هنجير فحسب بل يقول أيضاً إنه يريد طلاقها ستعتقد هنجير أيضاً أن جيهان خانها وانفصلت عنه لذلك سينفصل جيهان وهنجير في الواقع ستفكر هنجير في صحة بيزا وتنهي زواجها من جيهان من أجل بيزا نوايا هنجير الطيبة ستؤدي إلى نهايتها وفي هذه العملية أيضاً ستحمل هنجير لكن هنجير لن تتمكن من إخبار أحد بأنها حملت من جيهان ستفكر هنجير في إخفاء خبر حملها لأن جيهان خدعها لهذا السبب سيبدأ حمل صعب للغاية بالنسبة الهنجير وقع مليح في حب سيرنام لكن عندما يكتشف مقدر حب مليح سيرنام سيتغلب على سيرنام ثم تقوم مقدير بطرد مليح وتغرده من القصر سينتهي حب مليح يسيرنام قبل أن يبدأ لذا هل تعتقدون أن جيهان سيقول الحقيقة الهنجير؟ وسأنتظر تعليقاتك أدنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى